السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا هيبا ريماوي من فرق الكسث ان شاء الله بهذا الفيديو رح اشرح لكم الجزئية العملية بشابتر سبق وتعرفنا انه احنا التابل ممكن نعمل لهم فراغمنتيشن وكل جزء من التابل رح ينحط في سايت مختلف فهلأ بحال احنا طلبنا كويري معين رح يضطر انه ياخد الداتا من اكتر من سايت لحتى يحقق هاي الكويري وياخد الداتا اللي بده اياه فكيف ممكن انه احنا ناخد هاي الداتا وقديش الكوست علينا قديش رح يكلف وقايش يعني لازم نختار الاستراتيجية اللي توفر علينا كوست وتقلل الكوست فاحنا هون رح نتعرف على شغلتان شغلة الاولى اللي هي شو الاستراتيجية اللي رح نستخدمها في جمع هاي الداتا اللي بدنا اياها لتحقيق الكويري والاشي التاني نحسب الكوست لالها تمام خلينا نشوف المثال الاول المثال الاول بيحكي لنا في عندنا تابل هذا التابل مقسم يعني معمول له هولزنتري فراغمنتيشن زي ما انتم ملاحظين يعني اخدنا عمان في تابل وفي فراغمنت نقدر نحكي واخدنا الزرقه بفراغمنت تاني هلا بحال ايجا كويري طلب البلانس فروم برانش وير برانش نيم ايكل عمان هلا احنا كيف بدنا نعرف احنا رح نحتاج اي كو اي فراغمنت من هدول الفراغمنت هلا عشان نكون عارفين هذا الفراغمنت محطوط في سايت ون يعني محطوط في مكان معين الفراغمنت التانية محطوطة في سايت تاني مختلف تمام كل سايت منفصل عن التاني تمام هلا الكويري هاي اللي احنا بدنا اياها عشان نحققها وناخد الداتا اللي بدنا اياها السؤال هون هل محتاجة لسايت ون ولا سايت تو ولا الاثنين معا لتحقيق هاي الفراغمنت تمام خلينا نشوف الكويري هاي شو طالبة حسب الكويري هاي شو طالبة فاحنا بنعرف اي سايت رح نحتاج طيب هلا لو نشوف هون عنا الكويري ايلى سلكت بلانس تمام بلانس يعني اللي هي هاي وهاي تمام يعني موجودة بالفراغمنت from branch بس هو طالبها من table branch where branch name equal amman يعني هو بس بده البرانش او خلينا نحكي بس بده الbalance من table اللي فيه branch name equal amman من الفراغمنت اللي فيه branch name equal amman فلو نلاحظ هون كل البرانش نيم زرقة وهون كل البرانش نيم عمان فبالتالي احنا بس رح نحتاج لفراغمنت one بالسايت الاول عني تمام اوكي لو نشوف الاكزامبل الثاني فهون يعني يعني بالاكزامبل الاول ما حتجنا shipping ما حتجنا يعني اي cost بانه نحقق هاي الكويري تمام هلا بالنسبة للإكزامبل الثاني معمول له الtable يعني فيه table اصلي معمول له vertical fragmentation تمام هلا الvertical fragmentation لهذا الtable معنات قسمنا الtable لتهو fragments ولكويري اجد select balance from account تمام الbalance لو نلاحظ موجودة بس هون هون مش موجودة اصلا تمام فبالتالي احنا ما رح نحتاج لسايت one بالمرة رح نحتاج بس لسايت two فما حتجنا انه احنا يعني نطلب من اكتر من مكان طبعا هاي الامثلة بسيطة ويعني ما بيجي عليها اسئلة بسيطة احنا نفهم الفكرة انه احنا متى بنحتاج لأكتر من fragment هلا في عنا نوعين من استراتيجيات بالكويري processing يعني لما نيجي نعمل join في عنا full join وفي عنا semi join رح نتعرف عليها ونفهمها اكتر لما نحلل امثلة بس مبدئيا الفول join فكرتها انه انا انقل كل ال table لالسايت التاني اما السمي join انا انقل بس الاشياء اللي انا بيحاجة لالهم طيب متى بنلجأ لهاي الاستراتيجيات لما انا اكون ال data اللي بدي اياها مش موجودة بسايت واحد احتاج لتو سايت فبالتالي اضطر اني انا ادمجهم بسايت واحد يعني انا عندي سايت الاول وعندي السايت التاني وهذا في اكتر من fragment نحكي وهذا في اكتر من fragment طبعا هو بالامثلة رح يكون غالبا يعني بس fragment واحد بكل سايت بس عشان نفهم الفكرة فانا عشان احقق كويري معين كويري 1 مثلا بحاجة اني انقل هذا الفرادمنت لهون تمام عشان احقق الكويري هاي واعمل ال join هون يعني اعمل دمج بين هذا ال table وهذه الفرادمنت وهذه الفرادمنت في مكان واحد ما بقدر اعمل لهم join وهم كل واحد بسايت بعدين بحقق الكويري اللي انا بدي اياها فهون بتيجي ال types of strategies انه انا هل انقل كل الفرادمنت للسايت التاني ولا انقل بس الاشياء اللي انا بحاجة لالها طبعا يعني بديهيا انه انا انقل جزء من الفرادمنت اللي انا بحتاجها رح يكلفني cost اقل اني انا ما رح انقل كتير data ما رح انقل كتير columns او rows تمام فالفكرة هون عندي انه انا بدي اقلل الكويري تمام هلا انها في كم ملاحظة لازم نعرفها قبل ما نبدأ بالحل اول اشي انه عندنا الكويري هي عبارة عن ال shipping cost زائد ال join cost تمام طبعا احنا ال join cost ما رح نطرق لها لكن رح نحسب ال shipping cost وكيف نحسبها بنشوف size تبع ال tables اللي احنا بدنا ننقلها ورح نشرحها اكتر لقدام تمام هلا في ملاحظة لازم نعرفها كمان اللي هي query result شو هي ال query result رح تفهمها اكتر مع الامثلة لكن هي نتيجة تحقيق الكويري المطلوبة فاحنا لما بدنا نعرف size للكويري result بنشوف قديش عدد ال columns اللي انا رح تنتج عندي بعد تحقيق هاي الكويري زائد قديش عدد ال rows اللي رح تنتج عندي تمام هلا بالنسبة لملاحظة الثالثة اللي هي في عنا رح يجينا بالاسئلة كلمة user ممكن تكون انه بمصطلح اخر لكن ايش معنى كلمة user لما يحكي لي انه site الفلاني هو اليوزر اليوزر معناته هو اللي طالب الكويري يعني بيكون عنا اكتر من site site 1 site 2 site 3 ويحكي لي انه مثلا site 2 هو اللي طالب الكويري او هو اليوزر معناته هو اللي طالب الكويري فبما انه هو اللي طالب الكويري فمعناته النتيجة النهائية لازم تكون عنده فهاي معلومة لازم ننتبه لها هلأ بالحل رح نتطرق لعدة استراتيجيات هلأ ايش معنى كلمة استراتيجية او ايش المقصود بانه والله الاستراتيجية الفلانية تختلف عن الاستراتيجية التانية الاختلاف بيكون بمكان الجوين احنا وين عم نعمل الجوين هل منعمل الجوين بسايت 1 بسايت 2 او whatever فاختلاف مكان الجوين عملية الجوين هو بيخلينا يعني يكون عندنا اكتر من استراتيجية مختلفة